السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز قررت الفنانة ميرفت امين ان هي تبعد عن المشاركة في اي عمل فني حزنا على الفنانة دلال عبدالعزيز وبالطبع طبعا قعدت فترة ما بتشاركش في اي اعمال فنية وقالت ان هي وقفت المسلسل بتاعها تصويره لان هي حزينة على الفنانة دلال عبدالعزيز وهي فترة حداد عليها وطبعا احنا عارفين ان هي كانت الصديقة المقربة للفنانة دلال عبدالعزيز بس هي والفنانة شويكار وكمان الفنانة رجاء الجداوي بس اللي اتفاجئنا بالفترة دي او اللي اتصدمت بي امي ودونيا ان رجوع الفنانة ميرفت امين لتصوير اعمالها الفنية لانه هم عارفين ان الفنانة ميرفت امين في حالة حرجة جدا وكمان حالتها النفسية دخلت في دور اكتئاب لكن نزولها واستمرارها في تصوير المسلسل اللي كان متوقف فده بالرغم ان هي نزلت تصور واتابع عملها الفنية من جديد ده ما يلوكيش اللوم على الفنانة ميرفت امين لان دي عقود واتفاقات هي ملتزمة باداء العمل ده لان بيبقى فيه جزائي لاي عمل فني بيقوم بالممثل وبيلتزم بسواء شركة الانتاج او سواء الممثل نفسه فطبعا نزول الفنانة ميرفت امين ورجوحها تاني للاعمال الفنية في الوقت الحالي ده كانت صدمة لامي ودنيا لانهم لسه في فترة حداد ومش عارفين يرجعوا يكملوا مسيرتهم الفنية حزنا على الفنانة دلال عبد العزيزي فنان سامير غانم وبالطبع كل الممثلين عارفين ان بيبقى فيه شروط واتفاقات لازم يكملوها لو متفقين على اي مسلسل او اي عمل فني بس امي ودنيا صدمتهم في الفنانة ميرفت امين لازم يقدروا حاجة زي دي وكمان الخبر المنتشر عن الفنانة ميرفت امين ان هي رجعت لحياتها الطبيعية وان هي نسيت الفنانة دلال عبد العزيز دهم الصحيح لان الفنانة ميرفت امين بتربطها طاقة قوية جدا ما بينها وما بين الفنانة دلال عبد العزيز وبالنسبة لامي ودنيا هم حاليا في فترة صعبة جدا عليهم ومش قادرين يرجعوا يوصلوا اعمالهم الفنية ومسيرتهم الفنية من بعد الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سامير غانم وبالطبع هم كده كده المفروض ان هم ينزلوا يكملوا شغلهم بس الحالة النفسية في بالنسبة لامي ودونيا صعبة جدا وبيعانوا لحد دلوقتي من الحالة اللي هم فيها وفي كتير جدا من الممثلين بيدعموا امي سامرغانم ودونيا كمان وبيشجعوهم ليرجعوا لتاني التمثيل ويمارسوا حياتهم الطبيعية لان كتير منهم بدأوا يشعروا بان امي ودونيا بيخشوا في دور اكتئاب بسبب الحداد اللي هم عاملينه ظهرت اشعاعات كتير جدا على دونيا وعلى امي بس طبعا في حاجات كتير جدا وطلعنا واتكلمنا عليها وقلنا ايه الاشاعة منها وايه الصح وفي حاجات كتيرة جدا اكدناها وحاجات كتيرة قلنا عنيها اشعات ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرا بالقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا اشتركوا في القناة